كشف عضو اللجنة القانونية النيابية حسن توران عن وجود خلافات بين لجنته والحكومة حول فقرات التعديل الخاصة بقانون العفو العام وقال توران في تصريح صحفي إن الحكومة تريد عدم شمول حالات الخطف والأعمال الإرهابية بإجراءات العفو العام الجديد الأمر الذي ترفضه اللجنة وانتقدت أوساط برلمانية تساهل الحكومة مع معتقلي التيار الصدري المحكومين بقضايا الإرهاب والسماح بإطلاق صراحهم وتسوية ملفاتهم بالتعاون مع لجان القضائية المكلفة بمراجعة ملفات المشمولين بالعفو